أعلنت وزارة الزراعة أن مصر شهدت طفرة كبيرة في مجال السروة الداجينة موضحة أن حجم الاستثمارات في هذا المجال تجاوز 100 مليار جنيه وتوفر أكثر من 3 مليون فرصة عمل وخلال لقاء وزير الزراعة سيد القصير مع الرئيس التنفيذي الجديد لأحدى شركات الدواجن السعودية عبد الكريم أنوير بحث الجانبان دعم التعاون المشترك ضخي مزيد من الاستثمارات خلال الفترة القادمة وخلال اللقاء أشار وزير الزراعة بدور القطاع الخاص في دعم قاطرة التنمية والاقتصاد مشيرا إلى توجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية